ينضم إلينا من واشنطن ماك شرقاوي المحلل السياسي ماك مساء الخير وبعد استخدام الولايات المتحدة للفيتو لصالح إسرائيل كيف تنظر للمرحلة المقبلة الآن خاصة أننا بصدد قرار جديد أمام الجمعية العامة طبعا يدعم وقف إطلاق النار في غازة أهلا بك يا داليا وأهلا من جمهورك الكريم أنا أعتقد أن لن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم إسرائيل وغطاء سياسي وغطاء دولي كامل لحمايتها لن يمر قرار يلزم إسرائيل بالقوة بوقف إطلاق النار لو تم التوافق على سيغة قرار حتى تجمل الولايات المتحدة الأمريكية صورتها أمام المجتمع الدولي سوف يكون قرار مجهل كما كل القرارات الأممية التي صدرت ضد إسرائيل مجهلة ولا يمكن تنفذها في ناحية الواقعية وواقع الحال فيمكن أن يكون هناك مناورة أمريكية أن يتم هدى إنسانية جديدة وقف جزء لإطلاق النار حتى يعني تعطي فرصة وبحبوحة للشعب الغزاوي أن يلتقط الأنفاس ولكن لا أعتقد أن سوف يكون هناك تغير دراماتيكي في موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت تصريحات السيد بايدن منذ قليل أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي خاصة بعد تصريحات مجلس الأمن القوم الأمريكي انزعاجوا من استخدام إسرائيل لقنابل الفسفور الأبيض في مهاجهة الشعب الغزاوي وهذه الأسلاحة لا تستخدم في الأماكن المقتصدة بالسكان تستخدم في العملات العسكرية لتدمير دوشم وتدمير معدات عسكرية ومهمات عسكرية في الحروب لا تطلق أبدا على مناطق سكنية وعلى مدنيين وشفنا الجرحة الذين كانوا في المستشفيات والأطفال التي ذابت أطرافهم الأطراف الأيدي والأقدام ذابت من هذا الفسفور الأبيض وهو ليس فسفور هو مادة كيموية عندما تلاصق تنتشر في الهواء تشتعل استعالا كبيرا جدا تشعل أي شيء تشعل الحجر الأسمنت الخشب كل أنواع المواد حتى البني أدمين تشعلهم وتزيب أطرافهم فاستخدامها في حد ذاته جريمة ضد الإنسانية ولكن طبعا نهاردة مستشار الأمن القوم الأمريكي بيقول نحن لم نكن نعرف يعني لو كنت تفركت على شاشات قيارة الإخبارية كنت شفت بنفسك الفسفور الأبيض وهو ينزل على الأراضي لماذا برأيك استبقى بنيامين نتنياهو هذه التصريحات من قبل بايدن وأكد على أن الولايات المتحدة تتطفق مع إسرائيل في أهداف حربها على غزة ولو أنها تختلف معها في سيناريوهات ما بعد الحرب هل هذا يشير إلى وجود خلاف حقيقي ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية؟ بالتأكيد هناك شرخ في العلاقة بدأ وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية باتة يعني واضح لها أنها بتدخل في جرائم ضد الإنسانية وبتدخل في جرائم سوف تلوز سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في المجتمع الدولي في العقود القادمة فهي تريد أن تجمل شكلها وتريد أن تقول نحن لسنا شركاء فيما يفعله ونحن معه في القضاء على المقاومة والقضاء على حماس ولكن هل الخطة هي القضاء على حماس؟ لا أعتقد الخطة هي تدمير قطاع غزة قتل أكبر عدد من المدنيين الموجودين في هذا القطاع وقطع المياه والكهرباء والدواء والمشافي ونتنياهو قال أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز للتصدي للقوات في الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية إذن هو ينسف كل أساسيات اتفاقيات أسلو وبالفعل هو ندد بأسلو هو دمر أسلو أسلو في 1993 بدأ من 1994 خمس سنوات 1999 يكون هناك دولة فلسطينية أين هي هذه الدولة؟ لا أستطيع عراها على الخريطة أسلو لم تنفذ إلا مصالح الكيان الإسرائيلي وأصبحت السلطة الفلسطينية وكيلا للإحتلال حتى يكون احتلال أقل كلفة عندما كان مسؤول عن الغذاء والطعام والدواء والإعاشة والأمن للفلسطينيين كان بيتكبد أكثر يمكن الضعف أو الضعفين ما يدفعه ستة مليارات دولار في السنة للسلطة الفلسطينية هذه مجموع ما تأخذهم من المعونات الدولية فأعتقد أن السلطة أصبحت وكيلا ينفذ أعماله ويتعقب المسلحين والمقاومة في قطاع الضفة الغربية ويتم القبض عليهم ويتم التضييق عليهم لمصلحة التنسيق الأمني للكيان الإسرائيلي وفي ذات الوقت يطلق أيدي المستوطنين 500 ألف مستوطن يقدموا من الأراضي في الضفة الغربية حتى أصبحت الضفة الغربية مجموعة من الكنتونات جزر داخل الكيان الإسرائيلي وهو ضرب بأصله بعرض الحائط منذ بدايات الاتفاقية هذه الاتفاقية أعتقد أنها كانت في صالح الكيان الإسرائيلي الذي بالتأكيد لا يريد أن يعطي شبر واحد من الأرض يريد أن يأخذ كل شيء ولا يعطي أي شيء والآن يريد إفراغ فلسطين من الفلسطينيين ولكن هايهات لن يحدث هذا أبدا شكرا جزيلا لك شرقاوي المحلل السياسي من واشنطن على وجودك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر